هو واضح إن 2007 كانت توش الخيرة على ناس كتير خلي بالك يعني عمر برضه 2007 كان حينما يصارها كان ابتدى يعمل مرحلة تانية في حياتك طبعا كان أدوار شكلها مختلف حتى طبعا قبل كيك كنتم أمثل أدوار أنا مش فاهمها آه يعني بحطوني في قالب كده من حينما يصارها بقى فرقت معي وروحت في سكة تانية آه يعني إيه مش فاهمها؟ اللي قبليه ما كنتش فاهمه ليه؟ لا يعني مش فكرة مش فاهمها يعني أنا مش فاهم لأ فكرة أن ليه أنت بختارني في الدور ده؟ أو ليه أنت شايفني كده؟ فكنت بشتغل بقى وخلاص إشان عايزة أشتغل يعني لنمفروض أني انا ممثل وجاء ليش شغلة فهاشتغل لكن لو حتسألني مثلا أنا أقولك لا مش عايزة أعمل الدور ده أو مش عايزة أعمل كذا بس ما فيش ساعتها اختيار يعني انت تشتغل يتروح لأن كدراته أكتر وأهم من أن يقوم بالدور ده بالزيت طبعا لكن حين ما يصارها بالنسبة لك كانت نقطة التحول كويسة في حياتك عملت بقى إيه اللي كنت أتكلم عن ليه من شوية اللي هو هو هو؟ ده كان ساعتها ده من الكاركتر ده كنت واحد مع أصحابي أحكي لهم في القصص دي وعاودوا يسألوني لو هو يقول إيه؟ لو هو يعمل إيه؟ فطلعت من هو دي حكايات كتير في ناس بقى حفظينها أنا بنسى يعني أقولوا خلاص خلص قاعدة نسيت اللي تقال هم بقى كانوا بيحفظوا الكلام ده فأنا مرة بقى أنا بصور سوق الجمعة في حد بقى منهم صاحبي بيكلمني أنت فين؟ فبقولنا في السوديو مصر بتعمل إيه؟ قلت له كذا قال لي معاك مين؟ فقلت له معانا فلان وفلان وفلان قال لي هو المربعة ده فافتكرت أنا السينة دي ها بس أنت كنت قيلها ونسيها اه من زمان ها بس بكادش برضو بصيغة دي أو بالطريقة دي دي كان بتاعت ساعة ايه فأنا لخصتها وعملتها كده بقى عشان إيه؟ يعني قبل ما تتقال ها ها